ثم في الصفحة 364 وبعدها حدثنا عن البيع مرابحة وهنا لابد نذكر مسألة في غاية الأهمية أقول وبالله التوفيق أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها غلق جميع المنافذ التي يأتي منها الحرام والحرام مفسد للعلاقات مدمر للاقتصاد الحرام يفسد حياة الناس لذلك حينما حرم الله عز وجل الربع لمصلحة الناس لمصلحة البشر وأحل الله البيع وحرم الربع بنص قطعي ثبوتا ودلالة ولكن إذا حرم الشرع معاملة معينة فقد فتح أبواب أخرى للتعامل المباح للتعامل الحلال لذلك فالبيع مرابحة هكذا قال المصنف والبيع مرابحة جائز ثم ذكر جملة من التفاصيل المهمة وأستثمر مضوع المرابحة لأشير إلى ما يتعامل به الآن ما يسمى بالمصرف الإسلامي أو المصارف الإسلامية أو البنوك الإسلامية حيث أن هذا المصرف الإسلامي يعمل في مجالين أساسيين هما المجال الأول ما يسمى بالاستثمار المباشر المتاجرة فهو مثل التاجر يبيع ويشتري وهكذا والاستثمار غير مباشر وذلك بما يسمى بالصيغ التمويل الإسلامي المعروفة والمتمثلة أساساً فيما يلي عقد المضاربة وقد أشار إليه المصنف تحت عنوان القراض العقد المضاربة عقد المشاركة وقد أشار إليها المصنف في كتابه جامع الأمهات بيع المرابحة وقد أشار إلي ذلك المصنف ثم بيع المرابحة الأمير بالشراء ثم بيع السلام ثم عقد الاستصناة ثم عقد المقاولة عقد الإجارة المزارعة المساقات المتاجرة البيع الإيجاري والقرض الحسن 14 معاملة أساسية يتعامل بها المصرف الإسلامي